خطوة غير محسوبة النتائج والأبعد هكذا قيم الكثيرون ما أسمي بإعلان المجلس الانتقالي في الجنوب لكن هذا التقييم أيضا لا ينفي وجود تطور خطير في المشهد اليمني الذي تتشابك أطرافه وتزداد تعقيداته يوما بعد آخر رد شرعية اليمنية كان حاضرا ولم يتأخر فسرعان ما دع الرئيس هادي إلى اجتماع استثنائيا لمستشاره ونائبه ورئيس الحكومة أفضى إلى إصدار بيان يستنكر هذه الخطوة التي رأى فيها سعيا من قبل أطراف محلية ذات تنسيق خارجي لتشتيت الانتباه عن معركة القضاء على الانقلاب داعيا جماهير الشعب اليمني إلى عدم الالتفات إلى هذه المشاريع الصغيرة التي تهدف إلى خلط أوراق الملف اليمني وتغيير أولوياته حد تعبير البيان الغريب بنظر البعض هو عدم إعلان موقف رسميا من قبل التحالف العربي بشأن هذا التطور وفي هذا الإطار كثرة الآراء وتعددة الرؤى بين من يعز التأخير إلى مشاكل داخلية في بيت التحالف العربي وآخر يرى في عدم إعلان موقف واضح وتجاهل وعدم إعطاء أهمية لهذه الخطوة كونها قفزا على الواقع وتجاوزا للواقعية السياسية خصوصا بعد التطورات التي طرأت على المشهد اليمني والتي تجاوزت هذه الخطوات الارتجالية وبالنظر إلى كل ما سبق فالواضح الآن أن تعقيدا جديدا أضيف إلى الملف اليمني الشائك أصلا فما أفقه وما أبعاده وإلى أين يمكن أن ينتهي هذا ما سيتكشف تباعا في الأيام القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة